الاسمار الجيد يصنع أرباح بالتأكيد جيدة واللي حصل في الدورة الإنجليزية النقلة النوعية الأرقام اللي حضرتكم شفتوها دي نتيجة عواقب بس السبونسورشيب أو الرعاية للتيشيرت بتاعة الفرق الدوري الإنجليزي وعلى فكرة مش كلهم أبطال يعني نادي زي الأرسنل أو نادي زي ماشيستر يونايتد كانوا في يوم الأيام طبعاً عندها كبيرة جداً في إنجلترا وفي أوروبا كمان لكن النهاردة نتتشق إنه نفس القادر من الإنجليز ومع ذلك بتتكلم على أرقام فلكية طبعاً حجم الاستثمارات هناك حجم الرعاية حجم العوائد الخاصة البس التلفزيوني جواز بطولات أوروبا تتكلم طبعاً على أرقام فلكية عشان كده من الطبيعي جداً إنه يبقى فيه رغبة كبيرة جداً من كل المستثمرين هم نهاردة بنسمع عن صفقات أنداب المليارات وبالتالي عندك نادي زي نيو كاسل نادي زي من يونيتد، نادي زي تشلسي نادي زي المان سيتي يعني كل أندية دي دخل فيها استثمارات بالمليارات والاستثمارات دي غالباً بيبقى فيها يعني بتبقى تجارب نكحة على عكس مثلاً حتى بعض الدورات التانية لكن في النهاية اللي عايز أقوله حتى لما نيجي نقيس على هنا في مصر الأهلي طبعاً يمكن يعني طبعاً أنت بتكلم على جايزة مثلاً أهم بطولة في أفريقيا النهاردة الحمد لله الحمد لله طبعاً الحمد لله نعمة من عند ربنا أنها وصلت 4 مليون دولار لكن قبل كده كانت 2.5 أعتقد السنة اللي فاتت كانت 2.5 مليون للفاس بلقب دوري أبطال السنة دي بقت 4 مليون فالأرقام لا تقارق أو مع ذلك ودي نقطة مهمة جداً قدرة النادي الأهلي على المنافسة على المستوى العالمي النهاردة بقت كويسة جداً يعني أنت بتكلم عن فارق كبير جداً من ناحية الإمكانات المادية وانتوا عارفين ومتأكدين قد إيه المادة بقت مهمة النهاردة عيني النهاردة على بطولة كسر العالمي اللي جاية بسمع عن التحاد جدا تعقودات التحاد جدا كريم من زيمة نجولو كانت مش عارف هو القائمة لسه يمكن ما انتهتش يعني هم بيفكروا يدعموا فرقتهم بشكل دول السعودي كله راح في حتى تاني خالص من قبلهم رونالدو كلام عن ويلفرد زاهر كلام على سيرجيو بيسكتس كلام على لوكا مودريتش عرض بـ 80 مليون يورو اترفض لكن في النهاية النهاردة المادة والجوائز المرتبطة بالمسابعات نتمنى طبعاً السوبر ليج تعمل نقلة في المسابعات الأفريقية ولكن طبعاً مش هتكون مهما كانت هي طبعاً أفضل من الوضع الحالي لكن طبعاً مش هتوصل أبداً لأوروبا أو حتى للإمكانيات المادية في أسيا ورغم ده رغم كله ودي واحدة من الصعوبات اللي دايماً بتبقى قدام إدارة النادي الأهلي أنت عايز تدعم وعايز توصل لأنك أنت تنافس على بطولة كجمهور يعني عايز أفضل سكواد عايز أحسن صفقات عشان تروح تنافس بها في بطولة زي بطولة كاس العالم أو حتى بطولة زي بطولة السوبر ليج في النقمة عندها زي من سيتي وعندها زي تحاد جدة النهاردة الاندها السعودية بتبصلها بشكل مختلف تماماً لكن قدرة النادي الأهلي ينافس على ألقاب زي دي مش بس مرتبطة بالمد قدم أمثلة على قدرته على منافسة الأندها الكبيرة في العالم كله بس من خلال الروح والشعار شعار النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي اللي دايماً تراهن عليها ده ما يمنعش أن إحنا بصفين للمركات الجمهور النادي الأهلي ينزل للمركات القادم يعني بشكل في حال التأهب النهاردة الناس كلها بتسأل لسه يمكن بنفرح بالبطولة وبنفرح بلقب جديد في دوري أبطال أفريقيا الناس بتسأل على هنجهز إزاي اللي بطولة كاسة العالم وهنجهز إزاي للسوبر ليج ومين الأسماء اللي مطروحة واللي قال يجيب مين في الهجوم واللي قال يجيب مين في الدفاع واسماء وناس بتقتلح أسماء يعني إفرحوا الأول وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي أفضل وخصوصاً أن إحنا عندنا مرحلة مهمة جداً لسه الموسم منتهاش ترجمة نانسي قنقر